اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقكم تعالوا نسمعوا نشوف مع بعض سؤال الحلقة هل يليق بعظمة الله وقدرته لكي يغفر الزنب ان يدخل في بطن امرأة ثم يخرج من فرجها اعظم امنية يتطلع اليها كل الجنس البشري هو انه يحصلوا على الغفران من الله عشان كده داود النبي يرنم ويقول طوبة للذي غفر اسمه وسطرت خطياته طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطيئة دلوقتي في سؤالين نفكر فيهم هل يمكن ان يضع الله اكثر من طريق للغفران هل يليق بكمال الله انه يسيبنا طول مدة وجودنا على الارض في شك احنا اتغفرت خطيانا ولا لا بالنسبة للسؤال الاولاني ما ينفعش يكون فيه اكتر من طريق للغفران والخلاص زي الصوم والصلاة وحتى اصحاب الطرق دي مش واسقين فيها انها ممكن تخلصهم السؤال التاني صعب ابقى عايش ومش عارف انا رايح فين انا وبختي زي ما هو صعب اني اركب اطر مثلا ومش عارف هو رايح فين او انا نازل في انا محطة اما عند دخول الله في بطن العزراء وولادته منها نبتلي بسؤال هل الله في حاجة ما يقدرش عليها؟ يعني ينفع اقول الله ما يقدرش يعمل كذا وكذا؟ طبعا لا لان الله قادر على كل شيء الله لا يحد شيء ولا مكان فهو موجود في كل مكان مهما كان الله تجلى في الحجر وفي الشجر هل يضره انه يتجلى في صورة بشر؟ ليه لا يليق التجسد بالكرامة الله؟ هل يحط من شأن الملك انه يتواضع ويفتقد رعيته؟ بالعكس ده يدل على منتهى العظمة في هذا الملك الله هو الخالق هو اللي خلق المرأة وكل اجهزتها فهو مصدر كل ما فيها فهل هو هيخلق شيء نجس او دنس؟ حاشا عشان كده ما فيش مشكلة لو بعظمة وقدرة الله الفائقة الغير محدودة حل ومن خلال قوة روح القدوس في بطن العزراء مريم مثلا نختم به هذه الحلق ونوضح الفكرة وغالبا هنكرر المثل ده كتير لانه بيوضح مبدأ معين وفكرة معينة وهو سؤال في نفس الوقت لو الشمس دخلت قوضة القوضة هتنور ولا الشمس هتظلم عزيز المشاهد فكر في اللي قلناه وادرسه كويس وبعت لنا سؤالك عشان برنامجنا اسمه اسأله ولا انت سوقه اشتركوا في القناة